وقع على المسلمين ما وقع من مصيبة في يوم أحج ووقع على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك حيث شج رأسه وكسرت رباعيته فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وجعل يدعوا على رؤسائهم فنزلت الآيات نهياً له عن الدعاء عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوا عليهم فإن الله هو المتصرف في الكون يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ثم ذكر الله جل وعلا بسنة الله في الكون فقال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فيعز الله جل وعلا المؤمنين على ما وقع عليهم من ما وقع في يوم أحد بأن هناك أجيالا كثيرة وأمما عديدة أمتحنوا وأن الله قد ابتلى المؤمنين بقتال الكافرين ولذا أمرهم أن يتفكروا بالوقاع التي وقعت في الأرض فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس أي في هذا القرآن دلالة ظاهرة وأحكام واضحة وهدى وموعظة للمتقين لأن أهل التقوى هم الذين ينتفعون بهداية الآيات القرآنية ثم قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم قال إن يمسسكم قرح أي مصيبة كما أصابتكم في يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله أي أن قريشا قد انهزموا قبل ذلك فبالتالي تتساوون أنتم وهم ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ولله حكم بالغة ومن ذلك أن يتخذ منكم شهداء لأن الشهادة من أرفع المنازل والله لا يحب الظالمين وهكذا يعلم الله جل وعلا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فمن حكم الله أن يمحص أهل الإيمان وأن يزيل ما يكون عندهم من الذنوب ومن حكم الله جل وعلا أن يبرز المجاهدون والصابرون فيتميز الناس بأعمالهم ترجمة نانسي قنقر